شرت شموس الهدي بالكلمات فنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بل ومضاتي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعنا إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الحكيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب صدق الله العلي العظيم نتحدث في هذه الليلة بإذن الله تعالى حول الشعائر الدينية أولا وحول الشعائر الإيمانية ثانيا وحول الشعائر الفاطمية ثالثا والجامع المشترك الذي تنطوي تحته هذه الأنواع الثلاثة هو عنوان شعائر الله لأن أية شعيرة من الشعائر لها نوع إضافة إلى الله سبحانه وتعالى تعتبر من شعائر الله نبدأ حديثنا حول الشعائر الدينية بطرح سؤالين السؤال السؤال الأول ما هو مفهوم الشعائر والسؤال الثاني ما هو دور الشعائر ما هو مفهوم الشعائر أما بالنسبة إلى السؤال الأول الشيء الذي ربما يترجح في النظر أن الشعائر الدينية الدينية عبارة عن العلامات الحسية التي تقود الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى العلامات الحسية قضية مهمة جدا ولعل أهميتها تنبع من النزعة الحسية التي توجد عندنا نحن البشر الإنسان الإنسان له نزعة حسية ويحب أن يتعامل مع الأمور المحسوسة ولا تحركه كثيرا الأشياء الذهنية والأشياء التجريدية لعله من هذه القاعدة كان الأنبياء الإلهيون صلوات الله عليهم بشراً ولم يكونوا ملائكة وحتى إذا كان القرار أن يكون الملك نبياً الله تعالى يقول وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا كيف تتعامل مع ملك غائب عنك لا تشاهده ولا تنظر إليه هذا الملك لا يمكن أن يكون نبياً ولا يمكن أن يكون مؤثراً حتى إذا الله تعالى كان يبعث ملكاً إلى البشر لكان ينبغي أو يجب أن يكون في قالب حسية لعله من هذا المنطلق أيضاً كانت العبادات عبادات حسية مع أنه جوهر العبادة أمر معنوي وهو النية ولكن العبادات عادةً هذا الجوهر الله جعله في قالب حسية الصلاة قيام وركوع وسجود الحاج طواف ورمي وسعي ولعله من هذا المنطلق أيضاً كانت الشعائر عبارةً عن علامات حسية فالشعائر عبارة كما يبدو عن العلامات الحسية التي تقود الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى هذا هو السؤال الأول السؤال الثاني ما هو الدور العلامات الحسية؟ وبعبارة أخرى ما هو الدور الشعائر؟ الشعائر لها دوران ضمن ما لها من الأدوار الدور الأول دور الحماية والدور الثاني دور الهداية كيف نحفظ الفرد؟ ونحفظ الجماعة ونحفظ الأمة من خطر الذوبان هذا الخطر خطر الذوبان خطر كبير الفرد يذوب في المجتمع التجمع يذوب في الأمة الأمة تذوب في الحضارات العالمين هذا الخطر خطر جدي وقائم على مر الدور الشعائر الشعائر الحسية لها دور كبير في الحماية من هذا الخطر الكبير الآن لماذا تجدون في دنيا الغرب تأكيد شديد على أن الشارات الدينية يجب أن تمحى؟ ولعل هذا الأمر بالنتيجة يعود إلى تخطيط اليهودية العالمية حجاب يجب أن لا يكون ليش؟ الحجاب شعيرة من الشعائر الدينية هذه المرأة التي تعيش في المجتمع الغربي كيف تحفظ إيمانها؟ الحجاب يحفظ إيمانها المسجد يحفظ إيمانها الحسينية تحفظ إيمانها الأذان يحفظ إيمانها صلاة الجماعة تحفظ إيمانها الشعائر الحسينية تحفظ إيمانها إذا المرأة خلعت حجابها وهذه الشعيرة انتهت هذا معناه أن هذه المرأة انتهت عادة المرأة التي تخلع حجابها يعني راحت البعث في العراق ليش كان يحارب المساجد والحسينيات ويحارب العمام لأنه الفرد الذي يذهب إلى المسجد ويذهب إلى الحسينية هذه تمثل حماية لدينه أما في يوم من الأيام إذا الفرد انقطع بعد ما ذهب إلى المسجد وما ذهب إلى الحسينية شوية شوية يضو وينتهي دينه وإيمانه ليش البهلوي الأول كان يصير على أن لا تكون هناك محجبة في إيران ليش كان يصير بأمر أربابه وأسياده أن لا تكون عمامة في إيران ليش هذه المدرسة الفيضية كما نقل لبعض الكبار في يوم من الأيام كانت مخزنا لأن البقال والعطار كان يضع بضائعه في غرف هذه المدرسة لأنه ما كان فيها ولا طالب واحد أخليه أو طلب معدودي هذا البقال كان يجي كما نقل لذاك الشيخ الكبير ويضع فيه فواكهه مخزن كان صار لأنه ما دامت هذه الشعائر موجودة فالدين موجود وإذا تمكن النظام أن يقضي عليها قضاء تام هذا معناه القضاء على الدين فإذا الشعائر الدينية دورها دور الحماية أولا ودور الهداية الثانية الآخرون كيف نهديه أنتوا الآن إذا تجردون الأمة من كل هذه الشعائر كيف تتمكنون أن تهدوا الآخرين هناك حكم يذكره الفقهاء في كتاب الجهاد وهذا الحكم من أشد الأحكام يقولون الفقهاء إذا واحد يعيش في بلد الكفر ولا يتمكن من إظهار شعائر الدين ما يتمكن الهجرة واجب عليها مع أن الهجرة من أشق الأعمال الهجرة أخت الشهادة لأن الشهادة واحد تنتهي حياته المستقبلية والهجرة معناها انتهاء الحياة الماضية أنتوا هنانا يعدكم علاقات يعدكم بيت يعدكم أصدقاء كونتوا كيان خلال ثلاثين عام أربعين عام إذا رحتوا إلى بلد آخر يجب أن تبدأوا من نقطة الصفر انتهت حياتكم الماضية يجب أن تبدأوا حياة جديدة الفقهاء يقولون لا يختص ذلك بالشعائر الواجبة حتى الشعائر المستحب إذا في بلد ما تتمكنون تؤذنون فيه تجب عليكم الهجر إذا بلد لا تتمكنون أن تقيموا صلاة الجماعة فيه تجب عليكم الهجر راجعوا كتاب الجهاد بعض الفقهاء كالشهيد ذكروا ذلك أيضا في شعائر الإيمان إذا أنت في بلد لا تتمكنون أن ترفعوا في أذانكم أشهد أن علي ولي الله ما تتمكنون أن تقوموا بما ينبغي في يوم عاشورا شعائر الإيمان ممنوع في ذلك البلد تجب عليكم الهجرة من ذلك البلد كما ذكره الشهيد وذكره بعض الفقهاء لأنه إذا أشهد أن علي ولي الله ماكو إذا موكب ماكو إذا قرائم ماكو شوية شوية الفرد يذوب في ذلك المجتمع وينتهي في ذلك المجتمع هذا باختصار حول مفهوم الشعائر الدينية والدور الشعائر الدينية البحث الثاني الشعائر الإيماني نفس الدور الذي تقوم به الشعائر الدينية في الحفاظ على الإسلام في الحماية في الهداية تقوم به الشعائر الإيمانية بالنسبة إلى الإيمان الشعائر الدينية تحفظ الدين والشعائر الإيمانية تحفظ الإيمان الحماية والهدى الشعائر الإيمانية مختلفة هناك ضمن هذه الشعائر شعائر تحتوي على بعد الإثبات فقط وهناك شعائر تحتوي على بعد الإثبات والنفي الإيمان يتركب من إثبات ونف من تولي وتبر في شعائر الإيمان شعائر تحفظ جانب الإثبات فقط يعني تحفظ نصف الإيمان وفي الشعائر الإيمانية الشعائر تحفظ بعد الإثبات وبعد الناف ما يحفظ البعدين ما يحفظ البعدين أحياناً يحفظ البعدين بشكل غير مباشر بدلالات بعيدة وهناك في الشعائر الإيمانية بعض الشعائر تحفظ البعدين بدلالات واضحة وصريحة وقريبة الشيء الذي يبدو لنا أن الشعير التي تحفظ البعدين بكل قوة وبكل وضوح وبدون أي إبهام وبدون أي مجال للتأويل هي ما نطلق عليه الشعائر الفاطمية هذه الشعائر تحمي جانب التولي وتحمي جانب التبر مو في بعد من الأبعاد وإنما في جميع الأبعاد لماذا؟ لأن القضية ترتبط بالجذور يعني قضية سيد الشهداء صلوات الله عليه قضية مهمة جدا وهي تحتوي على البعدين وكما تدين الخلافة الأموية بشكل مباشر تدين خلافة الأوائل بشكل غير مباشر لأنه الخلافة الأموية كانت نتيجة لخلافة الأوائل ولكن هذه إدانة غير مباشرة أما الإدانة المباشرة قضية قضية الغدير إحدى الشعائر الإيمانية المهمة وهي تحتوي على بعد التولي وتحتوي أيضا على بعد التبري ولكن بشكل غير مباشر قضية الغدير إدانة غير مباشر ولكن القضية الفاطمية تمثل إدانة مباشرة لكل الحكومات المنحرفة ابتداء من حكومة الأوائل وانتهاء إلى حكومة العثمانيين ولذلك في الواقع إحياء هذه القضية إحياء للإيمان كل إحياء القضية الفاطمية إحياء للإيمان كل كم من الأفراد اهتدوا على أثر هذه القضية لأن هذه القضية ما بها تأويل لا يمكن إنكارها ما فيها غموض إذا أوضحت كان هناك أحد العلماء يقال له نظام العلماء هذا العالم ذهب إلى المدينة المنورة رأى واحد من هذه القضية يمكن قبل حوالي ميتين عام أو في هذه القدود رأى واحد في المدينة المنورة فقال له في ضمن كلام لماذا لم تشيع فاطمة صلوات الله عليها ليش ما كان إله تشيع ليش ما إله قبر فقال ذلك الرجل لا فاطمة صلوات الله عليها شيعت تشيعا عظيما في المدينة المنورة فقال النظام العلماء تعرف نافع نافع أحد القراء المعروفين كم شخص اشترك في تشيعه فقال خلق كثير ولكن كانوا فوق الخمسمائة بالضبط مع الذكر ولكن فوق الخمسمائة كانوا قال فأين قبر نافع قال في البقي واحد من القراء وما أكثر القراء فقال له إذا فاطمة صلوات الله عليها شيعت تشيعا عظيما كما تقول في المدينة المنورة لماذا أحد من هؤلاء المشيعون ما عرف قبرها وين قبرها لماذا قبرها مجهول أنت الآن هذا السؤال إذا تطرحوا على أي واحد كل واحد قبره معلوم ولكن بنت النبي الوحيد قبرها مجهول ليش شنو جوابها عائشة لها قاب حفصة لها قاب زوجات النبي صلى الله عليه وآله لهن قال لكن فاطمة صلى الله عليه عليها ليش قبرها مجهول ما هو الجواب على ذلك فقال لا أعلم قال أنا أعلم لأن فاطمة صلى الله الله عليها أوصت أن تدفن ليلة ولا يحضر أحد تشيعها إلا جماعة معدود قال وهل تعلم لماذا أوصت أن تدفن ليلة وتدفن سر قال لا فأخذ يشرح نظام العلماء بدأ يشرح لذلك الرجل قضايا ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه ولو هذا خارج المبحث ولكن أحد المفكرين وهو المحامي أيضا هذا من بلده ذهب إلى بيروت في بيروت رأى كتابا اسم الكتاب أبناء الرسول في كربلاء كتاب معروف واحد من علماء السنة مكاتب هذا الكتاب يقول هذا الرجل قرأت هذا الكتاب في بيروت فذهلت أبناء النبي صلى الله عليه وآله ماذا جرى لهم في كربلاء هذا أذهله وكان هذا بداية لتحقيق انتهى به إلى التشير والآن هو أحد الكتاب المعروفين الذي يحامي عن مذهب أهل صلوات الله عليهم أجمع ذلك الرجل الآخر أيضا معروف مؤلف مشهور يذكر في كتابه أنه بداية التحول هذا كان أنه وصل إلي الشريط يحتوي على الخطبة الفدكية الخطبة الفدكية جدا مهم وسابقا الأطفال الآباء كانوا يحفظونهم الخطبة الفدكية حفظ كثير من الخطباء كانوا يحفظون الخطبة الفدكية مع الأسف هذه الأشياء قلت عندنا هذا التوجه قل عندنا الخطبة الفدكية جدا مؤثر يقول فهذه الخطبة الفدكية هزتني وكان هذا بداية التحقيق وإعلان الانتماء إلى مذهب أهل البل صلوات الله عليه ما هي وظيفتنا وظيفتنا إحياء هذه القبل الإحياء يمكن أن ينتظم تحت عنوانين إلى مفردات كثيرة ولكن هناك عنوانان عامان يجمعان هذه المفردات العنوان الأول الإحياء الشعائري الإحياء الشعائري مهم جدا الإحياء الشعائري كيف يكون يكون بلبس السوات في الأيام الفاطمة الإحياء الشعائري يكون بتشيير المواكب المواكب أحد العلماء في إصفهان هذا جمع الهياءات وجمع المواكب قبل حوالي 14 عام تقريبا بمناسبة مرور 1400 عام على شهادة الصديقة الكبرى جمع المواكب وتبنى هذه القضية قضية إحياء الشعائر الفاطمة تبنى وهذا الرجل هو السيد الإمامي رحمة الله تبنى هذه القضية تبنى ومن ذلك اليوم تجدون أن هذا التبني أثر أثر قال للمواكب أن القضية الفاطمية لا تقل عن قضية عاشرة ونحن ونحن يجب أن نجعل حرارة القضية الفاطمية كحرارة قضية عاشرة أو في الدرجة الثانية قضية جدا قضية مهم هذه القضية واقعا إذا يكون لها تحريك لها أثر كبير جد الآن لعله القضية الفاطمية في أصفهان تتلو قضية عاشرة لا أقول إنه كان الوحيد في هذا الميدان ولكنه كان من الرواد في هذا الميدان الآن إذا ترحون في أصفهان في الأيام الفاطمية تجدون المجالس والمواكب والحرارة التي لا نجد مثلها في كثير من البنات لأنه وجد هناك متبني أو وجد هناك متبنون لهذه القضية ومن الأشياء المنقولة في أحواله رحمة الله عليه أنه توفي في اليوم العاشر من العشرة الثانية من الأيام الفاطمية الفاطمية الثانية وآخر صفحة كتبها كان حول الصديق الطاهر وعنوان تلك الصفحة كانت إنما سميت فاطمة لأن الخلق فطم عن معرفتها هذا عنوان الصفحة الأخيرة التي كتبها وتوفي في المكتبة التي أسسها وتحمل عنوان الصديق الكبرى فاطمة الزحر رؤية في عالم الرؤية كما نقل لي فقالوا له كيف كانت اللحظات الأخيرة من حياتك فقال اللحظات الأخيرة جاءني النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والأئمة الطاهرون صلوات الله عليهم كلهم وجاءت جدتي الصديق الكبرى فاطمة الزهراء صلوات الله عليها وقدمت لي ورده فشممت هذه الورده وشعرت بلذة لو خيرت بين شمها وبين العودة إلى الحياة لاخترت شمها على العودة إلى الحياة الآن إن شاء الله إذا رحت إلى أصفهان تجدون تلك الحرارة الإحياء الشعائري هذا يحتاج إلى متبني الإحياء الشعائري يعني واحد يلبس السواد يعني يهيئ الثياب السوداء لعائلته وأطفاله حتى الطفل الرضيع ويلبسه السواد الحضور الحضور في المجالس التي تقام هذا مهم جدا نوع من الإحياء إقامة المجالس في البيوت هذا مهم جدا أي واحد يتمكن يقين بعض الإخوة في الكويت تبنوا إحياء الشهرين بشكل كامل بعض الشباب ونقل لمؤخرا أن المجالس الفاطمية تبدأ من أول جماد الأولى في الكويت إلى آخر جماد الثاني مجموعة من الشباب الذين لا يملكون شيء هذا النوع من الإحياء هذا الإحياء الشعائر يحتاج إلى تبني هذا هو النوع الأول النوع الثاني الإحياء الثقافي الإحياء الثقافي مهم جدا طبعاً وهذه تكون وسيلة من وسائل الشفاعة إن شاء الله يوم القيامة السيد كاظم رحمة الله عليه أوصى أن تدفن بعض كتبه معه وهذه وثيقة إخلاصي لكم أنا قرأت في كتاب حقيقة جداً مؤلم في هذا الكتاب يذكر أنه ألف كتاب يجمع هذا الكتاب مجموع الكتب التي ألفت في خلال ألف وأربعمائة عام حول الصديق الكبرى كم كتاب ألف خلال ألف وأربعمائة عام يعني بالمقدار الذي عثر عليه هذا المؤلف يقول مجموع الكتب التي ألفت حسب إحصائه ألفين واثنين وعشرين كتاب فقط فلان شاعر كما قرأت في مكان كتب عن خمسة آلاف كتاب التي توفي قبل يمكن حوالي مثلاً خمسين عام في مكان مكتوب أنه كتب عن خمسة آلاف كتاب خلال خمسين عام وحول الصديق الكبرى اللي هي أفضل الخلق بعد أبيها وبعلها أو كف وبعلها يعني ثاني شخصية أو ثالث شخصية في عالم الوجود يكتب بالمقدار الذي عثر عليه ألفين واثنين وعشرين كتاب باللغة الفارسية كتب ألف وسبعة واربعين كتاب ألف وسبعة واربعين باللغة العربية كتب ستمية واربوطعش كتاب باللغة الأردية كتب ميتين واربوطعش كتاب بأربع وعشرين لغة عالمية أخرى غير هذه اللغات الثلاث بأربع وعشرين لغة عالمية أخرى بما فيها اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية واللغة الألمانية واللغة الروسية واللغة الإيطالية واللغة الإسبانية واللغة الكردية الأكراد واللغة الهندية حوالي مليار إنسان واللغة الصينية أكثر من مليار إنسان كتب مية وسبعة واربعين كتاب يعني يعني بكل لغة كم كتاب معدلا ست كتب يعني لمليار صيني معدلا كتب ست كتب حول الصديق الكبرى باللغة الإنجليزية اللي ينطق بها الملايين في العالم كتب معدل ست كتب فقط حقيقة هذه مفاجعة العالم يعرف فاطمة الزهراء صلوات الله عليها لا يعرف حقيقة لا يعرف في إحدى البلاد الغربية هناك مسجد مسجد الزهراء صلوات الله عليها فتاة غربية كل يوم تركب سيارة سيارة نقل عام تجي الموقف أمام هذا المسجد تقول هذه الفتاة كل مرة كنت أتوقف عند هذا المكان متعلم هذا المكان شنو وينتمي إلى أي جهة أشعر أشعر بحالة روحية عجيب حالة روحية تنتاب مرة مرتين ثلاث مرات فهذه مرة فكرت أروح أشوف هذا المكان شنو جئت إلى هذا المكان تقول تلك الفتاة الأجنبية كما كتب في كتاب سألت ما هو هذا المكان قالوا مسجد مسجد الزهراء صلى الله عليه من هي الزهراء الزهراء هي بنت خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله من هو خاتم الأنبياء هي هذه الأسئلة كانت طريقا لإعلان إسلامها وإيمانها وتشيرها حقيقة حسب هذا الإحصاء 24 لغة عالمية التي هذه اللغات جملة منها هي الحاكمة حتى على بلادنا يكتب 4 47 كتاب إسا أفرض أنه 200 كتاب مكتوب أفرض 400 كتاب مكتوب هل هذا يكفي لتعريف هذه الشخصية للعالم الوالد رحمه الله عندما كان في كربلاء حقيقة هذه الأشياء يجب أن نفكر فيها فكر في أصدار مجلة اللغة الإنجليزية قبل أربعين عام تقريبا مال ماكو متبرع ماكو متبني ماكو كل واحد تطرح عليه هذه الفكرة يقول لا البناء الحضاري يبتني على كلمة نعم أما احنا تعودنا كلمة لا كل واحد يقول لا بالنتيجة تحقق المشروع بالصعوبات وبالقارض وبمشاكل جم العام حفظه الله كان يقول أنا يومي الأيام قلته للأخ يعني الوالد قلت من هذه المجلة إلى الآن مثلا نفرض صدر عشرة أعداد وكل عدد نفرض صدر من خمسمائة نسخة لأن هذا كان منتهى الطاقة إذا كانت هذه المجلة صدرت من يوم ميلاد المسيح صلوات الله عليه على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام من ذاك اليوم يعني من قبل ألفين عام إلى هذا اليوم كانت مستمر هذه المجلة مجموع الأعداد مال هذه ألفين عام فسا أنتوا غيروا المثال قولوا إذا هذه المجلة من الآن تطبع إلى ألفين عام بعد وتجمعون مجموع الأعداد مجموع الأعداد لا يكون ولا يصل إلى درجة مجلة شهرية غربية واحد مجلة معروفة يطبع منها في كل شهر ثلاثين مليون موجود المجلة ومعروفة ويطبع على غلافها أنه طبع من هذا العدد ثلاثين مليون يعني بمعدل مليون في اليوم الواحد هذه مجلة واحدة أحد العلماء قال لي أنا بعدين لاحظت أيضا أن الجوهر هذه المجلة الترويج لقيم الحضارة الغربية يعني قيمة الحجاب وعدنا قيمة لاحجاب لكن على نحو السم الذي يوضع في العساء يعني واحد الذي يقرأ هذه المجلة يعيش الذهنية الغربية الآن أولادنا يعيشون الذهنية الغربية المنطق الذي نفكر فيه هو المنطق الغربي الثقافة التي لدينا هي الثقافة الغربية الماكنة الثقافية الغربية تعمل بكل قوة وإحنا مجموع ما كتبناه لمليار من البشر في الهند فيما نعلم معدلا ست كتاب لابد كل كتاب ألف نسخة يعني ستة آلاف معدل ما كتبناه لمليار ويمكن مئتين مليون بشر يعيش في الصين وهناك نظرية أن الحضارة الحاكمة القادمة هي الحضارة الصينية بعض العلماء يرون أن هذه الحضارة الحاكمة تنتهي وتخلفها الحضارة الصينية بس هذا تنبؤ والله أعلى هذه الأمة اللي يشكلون سدس البشر تقريبا كتبنا لهم معدلا ست كتب أو عشر كتب أكفت كتاب عنوانه نكون أو لا نكون نكون في هذا الخضام نكون أو لا نكون هذه حرب حياة وموت حرب وجود لا حرب حدود كما يقول عد نفرح إذا كتبنا كتاب في ألف نسخة ونتصور أننا فتحنا خيبار هذه القطرات مهمة وهذه القطرات مؤثرة ولكن يجب أن نعلم أنها قطرة في بحر ولكن يجب أن نبدأ إحنا الشيء اللي نتمكن عليه وبالنتيجة نتمكن أنتو ما تتمكنون أن تقضوا على ظلام العالم لكن تتمكنوا أن تشعلوا شمعة هاي الشمعة الآن الظلام يحيط بالعالم كل ولكن ظلام العالم كل ما استطاع أن يهزم نور هذه الشمعة هاي الغرفة الآن مضيئة والظلام يعم الكون كل مثلا الكون اللي نشاهده السيد الإمامي في أصفهان رحمة الله عليه أوجد جريان أوجد تيار وهو فرد فلان عالم في بلد آخر أوجد تيار وهو فرد بطاقات فردية بالنتيجة إذا كل واحد منه اهتم بذلك بالتحريض والتشويق والترغيب والحس على قول القرآن الكريم يا أيها النبي حرّض المؤمنين التحريض بالنتيجة هذه القطرات تجتمع وتكون شيئا مذكورا العمل الثقافي يعني الكتاب العمل الثقافي يعني طبع الكتاب واحد ليس مؤلف يأخذ إحدى الكتب ويطبع منها ألف نسخة ويوزعها العمل الثقافي يعني الشريط أنتوا اطرحوا حوارا في شريط أخذوا شريط سجلوا حوار فيه انشروا هذا الشريط ما تتمكنون من هذا العمل أخذوا إحدى الأشرط المفيدة اطبعوا منها عشرة آلاف وانشروها هذا عمل الثقافي وربما الله تعالى يجعل في هذه تأثيرا عظيما العمل الثقافي والعمل الشعائري هذان الشهران شهر جماده الأولى والثانية ينبغي أن نجعلهما للعمل الشعائري والعمل الثقافي حول الصديق الكبرى إن شاء الله تنالنا شفاعتها في يوم القيام القيام ابن المحدث القم هاي قضية عجيبة يقول سألت أبي يعني المحدث القم صاحب مفاتيح الجنان ليش كتابك مفاتيح الجنان أخذ هذا المدى حقيقة من الذين يغبطون دائما المحدث القم على كتاب حتى بعض العلماء نقل لي أحد مراجع التقليد بالواسطة طبعا نقل لي من نقل عن اللي أنا في يوم من الأيام فكرت أن أترك شغلي كنت في حرم من أعتاب شفت الناس ما أخذين مفاتيح الجنان دائق رو هذا كل ثواب يروح للمحدث القم أنا شنو مشهول ففكرت أن أترك ذلك العمل اللي أنا كنت فيه هذا المدى اللي يغبط عليه حتى مرجع يغبطه عليه ويفكر في أن يترك عمله ويذهب إلى ذلك الخاط هذا التوفيق عظيم في الواقع يقول سألته لماذا مفاتيح الجنان أخذ هذا المدى يمكن أن تكون عوامل ولكن طبق هذه القضية المحدث القم كان يعتقد أن العامل هو هذا العامل قال فقال أبي لأنني ربطت كتابي بفاطمة الزهراء صلوات الله عليها وأهديت ثواب كتابي لها هذا هو عامل هذا المدى الذي أخذه هذا الكتاب إن شاء الله هذه الأعمال التي تقومون بها هذه الأعمال التي نأمل أن نوفق لها إن شاء الله تأخذ مداها وإن شاء الله الله يجعل فيها الخير والبركة والتأثير وتكون وسيلة من وسائل الشفاعة عند النبي وآله في يوم القيامة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين شعرت شموس الهدي بالكلمات فأنارت الأفهم بالآيات أسرج بنور العلم عقلا نيرا وافتح من الألباب كل جهاتي فالكنز علمك حين تنفقه زكاة والمال لا يزكو بلا نفقاتي بين الظلام وبين نور مشرق هدي ينير الدرب بالومضاتي